الموعد والاقتصادي من قناتكم الجزائر الدولية أهلا بكم بداية ارتفعت أسعار نفط الخام في تعاملات الخميس بأكثر من 1% بعد تسجيلها أدنى مستوى لها هذا العام حققته في الجلسة السابقة وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برانت تسليم فيفري 2023 ب1.19% مسجلة 78 دولار للبرميل بينما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام غربي تكساس الوسط الأمريكي تسليمات جنفيا 2023 ب1.32% مقابل 72 دولار للبرميل سجلت صادرات الأمريكية من النفط الخام والمنتجات البترولية أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 11.8 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أنه في الأسبوع المنتهي في الخام سوى العشرين نوفمبر جرى تصدير ما مجموعه 11.8 مليون برميل يوميا من الخام والبترول الأمريكي تدرس روسيا خيارات لرد على تسقيف سعر النفط الروسي الذي فرضته الدول الغربية على الواردات المنقولة بحر ويبحث الكريملان والحكومة الروسية فرض حظر كامل على بيع النفط إلى جميع الدول التي أيدت سقف سعر النفط الروسي من خلال حظر الصادرات التي تخضع لعقود تتضمن شرط سقف النفط الروسي أو إدخال السعر الارشادي المتمثل في تحديد الحد الأقصى للخصم لخام أورال الروسي مقارنة بخام برانت القياسي لتتمت عملية البيع وافقت الحكومة البريطانية على مشروع منجم فحمي حجري مثير للجدل في مقاطعة كومبريا هو الأول من نوعه منذ ثلاثين عاما حسب ما أعلنت عنه في بيان لها وعشرت الحكومة البريطانية إلى أن هذا الفحم المقرر استيراده سيستخدم لإنتاج الحديد الصلب وليس لإنتاج الكهرباء وأعطت الحكومة موفقتها المبدئية على المشروع في مطلع عام 2021 ما أثار غضب المنظمات غير الحكومية وتهدف الحكومة لاستخدام 2.7 مليون طن سنويا من المنجم وتوفير 500 فرصة عمل لتزويد مصانع الصلب في المملكة المتحدة وكذلك في أوروبا تجاوز معدل التضخم السنوي في مصر 19% في نوفمبر المنقضي من 16% خلال شهر أكتوبر 2022 وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر أن التضخم الشهري في البلاد سجل 2.5% خلال شهر نوفمبر في ظل قيام البنك المركزي المصري بتحريك أسعار صرف الدولار الأمريكي وارتفع تضخم أسعار سلة الغذاء بـ 30% شهر أكتوبر على أساس سنوي من صدارة مجموعة الحبوب التي تعدت 52% مقارنة بشهر نوفمبر 2022 انكماش الاقتصاد واليابان بأقل من التقديرات الأولية خلال الربع الثالث من السنة الجارية مما عزز التوقعات بتعافي بطيئ لثالث أكبر اقتصاد في العالم على الرغم من علامات ضعف قطع التصدير أظهرت بيانات صادرة عن مكتب مجلس الوزراء الياباني انكماش الناتج المحلي الإجمالي بـ 0.8% على أساس سنوي مقارنة بالتقديرات الأولية التي أشارت إلى انخفاض نسبته 1.2% وانخفض الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث بـ 0.2% على أساس ربع سنوي مقارنة بالربع السابق فيما أشارت التقديرات الأولية إلى انكماش سيبلغ 0.3% آخر خبر في النشرة الاقتصادية الصباحية يمكنكم متابعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة إلى اللقاء